هذا الكلاس دوريجين هو بيجو اكسبير عندما يمشي 405 يمشي 305 يمشي المطور هذا يسمى لساتو لويت يأتي بجياتو راقدين شمعات وجو راقدين يعني نايمين وهم ليست واقفين كما البرتنير لا هذا يسمى كلاس في اللغة العامية يسمى كلاس 405 يعني هذا يمشي 405 يمشي بعدة مع السيارات انما هذا دوريجين مثل اكسبير ماذا يوجد الكلاس هناك الكلاس طويلة وهذه 4 كام وهذه 4 كام وهذه 4 كام يعني هم كامات يدورون كل كامات ينزل على سباب يعني يخدم انترو كادو يطلع اثنين وهكذا يعني يخدم انترو كادو يعني يسمى 4 كام يطلع مكة اثنين 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 يعني 4 كامات يوضع الركاب هناك الكامات تقديم الانجكتير وانجكتير وانجكتير الخرطوم موجود من بينهم ماهي يعني؟ وعش الاخرانية مسدودة لا تتعاد اثنين هذا يسمى الانجكتير عندما يبدأ رجوع مزوط بالطبيعي يجب أن يرجع أي شيء يجب أن يرجع كما إنسان يتنفس من لطا ويتنفس من فوق أي شيء يجب أن يترجع مخلوق هكاكا سواء في الميكانيك أو في أي شيء أخرى هذا الخرطم يجب المزوط في الرجوع يعطيه لهذا ومن هذا يدخل لهذا ومن هذا يدخل لهذا وفي الأخر يتلموا وكلهم في خرطم هذا يمشوا ويرجعوا للخزان يجب أن يقوموا بخاخات أو الرشاشات أو الرشاشات كلهم يسمونهم أربعة سيلندر هذا هو بخاخ عادي ميكانيك يسمونه هذا يتصلح يجب أن يتصلح هذا يحكمون الأربع شماعات يتمهم الشماعات ببخاخات بسبب الحركات يسخل المزوط لكي تسهل المزوط لكي تسهل المزوط الآن�مانا ستقول لك هم شماعات يسخن أم يوم هم سيتصلح أربعة شماعات يجو ممدودين لا يجوش واقفين هذه هنا مكان الرجوع الماء للرديتار وفيها الترمو الساوية هذه هنا هنا تغذي الفرام السيارة باللهواء تسموها تشفط لهواء في السربو نسموها ترموها وهو تطريبا ترموها هذا المنطقة هنا تركب فيها الكاتينة وهو تدور الأربراكام تنفيذ تعديل كاتينة يجب تدور هذا التدور المنطقة كايسيبوب هذه غطاء غطاء الأربراكام او اخطاء كشعر براكام هذه الجواب بالنسبة للكلاس ومكوناتها طبعا هذه الحفر مكان البولنات كبسة الكلاس هذه طبيعتها كبسة هذا المتوق الذي يركبه الكلاس ماذا نرى هذه محركة خطر اكسبير تيربو او اكسبير تيربو او اكسبير او اكسبير او اكسبير او اكسبير لولا هذه مطور يشبه ال 405 تيربو يعني انواعهم فمن يرى الراديتار فمن لا هذه تيربو اقوى من ال 405 تيربو لان اكسبير زيناء فهم يكبرونه في البسطونات ثم اكسبير ثم او او اكسبير 8 أحصان وثم او 7 انها تيربو و هذه هي تيربو او 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 افوق منها رأس كما تيربو هذه بوش انها تيربو من تركب العادية تركب العادية الزوز لا يمشي شرع بعضه هي البومباليكسون بالنسبة للتيربوت يوجد الكابور المفوك شعرنا تحت منها المضخة الباور ندروليك تحت منها الدينامو اللي هو يعبي البطري يعني شاحن البطري ويوجد تحت منها المكيفة هذا مهنة الديميرر اللي هو ستارتر من المرش هذا مهنة منها يخدم قياس ومنها يخدم صب زيت هناك نوعين هناك نوعه الخارج البرب قوم في السرعة تمشي على الريجين لم تكن ليس كيف هي اصب BUR هنا unserعة فلم تحت فلتر الزيت تحت فلتر الزيت عنها مبرد الزيت هذا مبرد الزيت سهل إلغاء نجم تلغيه مراحة نحية جملة وتضع الفلتر ديريكت بالبلتاج القصير وقالتها نحية جملة وتخليها حتى غير بوشنات لا يوجد دخل لأن الماء لا يدخلها على طريق البلوك نجم تخليها عريام وتضع بوشنات يعني لا يوجد ضروري تضع أي شيء نقوم بالتربو هذه هي تربو الخطرية والبوكسر جي تربو لا يوجد شيء عادية الأغلبية جي تربو هذه تربو مهنة لجيار تربو هذه تربو تدخل الدخان منه وهذا يخرج من الدخان يخرج من تالي وهذا يدخل الهواء تربو وهذا مكان الزيت اللي جريس الذي شحم التربو وعندنا هذه تحديد نجوان كلاس نجوان كلاس هذه هي تربو لنسبة للتربو ليس صعيب وهذا يوجد طريق هنا تجد الفتحة من هنا فمنوع الجيه فمنوع الجيه فمنوع الجيه ومنوع الجيه فمنوع الجيه ومنوع الجيه يدخل الهواء تكون دائرة درجية من المرميطة نفسها هذا تيربو تفصل الوحد وهذا كل اكتر من تيربو وهذا تيربو حده من هنا حتى هنا هذه المنبرأة تيربو تحت منه تخدم بالهوام ويشترط على المسيون ترجمة نانسي قنقر